مرحباً جميعاً أنا ما كنت كثير حابب أطلع أحكي عن حادثة الأليمة اللي صارت في محطة القطار في مصر لكن بصراحة البوست استفزني واللي خلاني أطلع أحكي شوي عن الموضوع هو بوست اللي أنا أرغب هو هذا البوست وهي هاي الصورة اللي خلتني بصراحة أطلع وأعمل هذا الفيديو ومش فيديو كتير رد نقل بقدر ما هو فيديو عن الاستياء اللي صار يعني في دولة مثل دولة مصر نصير أوكي ومتعودين على الحوادث القطاري ممكن على الحوادث الكبير اللي صار السنة الماضية أو السنة اللي قبلها لكن إنه ما يكد موضوعه كان موضوع جداً صعب هاي الصورة حديداً اللي أثارت حفيضتي أكثر على هذا الموضوع واللي هو يعني ما فيش نحكي أكثر من نحن نرد هاي الصورة خلا يملش الفيديو بصراحة البوست جداً مؤثر بحكي لك حال مصر في صورة نص أبيض ولارس فدل ونص أسود ولارس كحن جداً مؤدي جداً محزن جداً مؤثر الشيء اللي صار الصور اللي انتشرت والبيديات اللي انتشرت اللي ما عرضها في الفيديو لشدة تأثيرها ويمكن تكون مؤدي كثير لحد الشاهدها أو مرعبة لناس ممكن شاهدوها أو الأخير وما بدي أثير مشاعر أو أؤدي مشاعر أهالي الناس اللي كانت في هذا الحادث وبتمنى من الكل انك ما تعمل شير للصور أو الفيديوهات اللي بتظهر التراف الجثث أو الناس اللي ماتت أو شهد بعد اللي ماتت لأنه بالآخر في أهالي لسا عايشين عم بتطلع أصول ولادهم عم بتذكر ولادهم فأرجو انه ما حدا يعمل شير أكثر من اللي صار أعتقد أنه أو أتوقع أنه بكفي عملية التشيير اللي صارت على البيس بوك أو على السوشيال ميديا بشكل عام حادثة أقل ما يقال عنها أنها هي حادثة مأساوية الفيديوهات اللي وصلتني والتعريفات اللي وصلتني من الأصدقائي واللي أنا كمان شفته على السوشيال ميديا بصراحة كان كثيرا أنه لازم ينعمل هذا الفيديو عن هذا الموضوع أولا بدي أعزي كل أهالي من الضحايا والشهداء الموجودين بالحادثة اللي راح حكي عنها اللي هي حادثة القطار والمحطة اللي صارت في مصر بدي أعزي الأهالي بدي أعزي الشعب المصري بدي أعزي أصدقائي المصريين باللي قاعد يصير في مصر الحادثة هي عبارة عن خلينا نشوفها على السكرين يعني مشهد صراحة محزن ومؤدي لكن خلينا نشوفها على السكرين اللي صار بالأول أنه استضام القطار بيحاجز الأمان في محطة القطار في محطة القاهرة اللي أدى إلى تفجير خزان وقود وأشعل حريق هائل خلف عشرين قتيل على الأقل وعشرات الإصابات اللي صارت المشكلة مش هون المشكلة إنه الإشي اللي صار إشي كتير مروعي يعني إنه ممكن يصير في أي بلد بسبب فساد المسؤولين أو فساد القائمين على الدولة الفكرة في الموضوع إنه رئيس مصري كان رافض تماما توجيه أي مساعدة أو أي مصاريف من مصاريف الدولة بصيانة سك الحديث وبحكي لك الحجة إنه أنا إذا بدأ رفع على التكت رح يقول لي مش قادر أدفع وأنا كمان مش قادر أدفع للصيانة أنت غلط إنك أنت تحكي أنت كيف أنت مش قادر تدفع أنت رئيس دولة إذا الدولة عندك قائمة النقل فيها والواصلات فيها على القطارات فأنت لازم تعمل صيانة للسك الحديث عشان تتفادى مشكلة عظيمة مثل هي أتوقع الشهر المصري اليوم لازم يكون فيه إلو يعني ردة فعل هائلة زي ما كان لكم وقفات سابقة ضد أي حد كان خطأ في إدارة الدولة أو في إدارة مقدرات الدولة لازم اليوم يكون فيه لكم موقف على الخطأ اللي صار هذا ولازم إنه تقدروا لكم توصلوا لنقطة يكون فيها فائد للشعر المصري تتجنبوا المشاكل اللي قاعدة رئيس الوزراء المصري يقول إن المسؤول سوف يحاسب حسابا عسيرا المشكلة مش في حائد محاسبة المسؤول اليوم عن هذا الموضوع المشكلة في الخسائر اللي أصلا أريد صارت الأرواح اللي صارت وطريقة اللي توفت فيها أو الأسباب اللي توفت فيها هاي الناس اللي ما إلها أي إدنى ذنب إلا أنها موجدت في بلد كان فيها إهمال هائل لشبكة المواصلات اللي هي عبارة عن قطارات موجودة في مصر وإهمال الناس كلهم سواء كان إهمال من ساعة القطار أو كان إهمال من الناس اللي في المحطة وكان من المراقبين أو كان من الناس اللي بتعمل صيانة أو كان من الوزراء أو كان من رئيس الدولة ففيه تقصير هو هذا هو السبب اللي لازم استقصاله من الوضوع أو حله أو توجيهه أو ماذا رشو الطريقة المناسب اللي لازم تسووها لكنه نوصل لغاية أنه تموت ناس حرب بسبب تقصير ناس تانين هذا شيء جدا مخزي المشكلة أنه الرئيس السيسي زي ما حكينا حكى في السابق أنه يرفض ضخ الأموال لإصلاح السك الهندية دعنا نرى الفيديو مع بعض اللي انتشر على السوشيال ميديا والمسؤوليات تتقاضفها الجهات الحكومية فيما بينها ويحملها الموظفون المحليون أحيان السيسي يرفض إهدار الأموال على إصلاح السكت لما مرفق عايز لأكتر من مئة مليار جنيه لرفع كفاقته هندفعه منين تقول لتحصف عشرة مليار عشان أكهرب وعمل ما كده العشرة مليار دول لو أنا حتتهم في البقى لو خدت عليهم فائدة عشرة في المئة يعني مليار جنيه وجه اعتراض الرئيس السيسي أنه يفط عشرة مليار لأنه يكهرب ويحط مكنة فهو لا أنا لو حطيتهم في البنك هيجيبولي فائدة في اختار مليار جنيه الفكرة أنه الأمور لا تقاس بهاي الطريقة أوكي والعائد المادي هو أفضل وأحسن وعادي لكن أنت اليوم وقات في مصيبه هي أسوأ من لو أنك أنت استفعت مرض هذه الفلوس في الصيانة كان لكل الناس قالوا لك شكرا أنت حسنت هاي الخدمة بدلا ما حقول لك اليوم أنت الغلطان لأنك أنت رفضت أنك أنت تعمل هاي الصيانة حكومة أعلنه عن تشكيل نجنة النية التارفية ونقوح على أسباب الحاجة ونخل السيطة لها دي تلف السابق الشعب المصري كثير مستاء الشعوب العربية كثير مستاء كل حدا قاعد يشوف هاي الكارثة طبعا مستاء لأنه بصراحة من أسوأ الحوادث اللي أنا شفتها في المحيط ما أعرف شو الإجراء اللي راح يتفضوه واحد من تعليقات اللي أتوقع عنها في مكانها استخسر عشر مليار يصلح فيهم السكك الحديد في مصر كلها وقال أخطهم في البنك يجيبون مليار فوايد وأعمل مجاري عاصمة العاصمة الإدارية المهجورة بمية وخمسين مليار يعني خمستاشر ضيع تمام إصلاح السكك الحديد والنتيجة عشرات الضحايا في يوم واحد الصرف الصحي بتاع سيادة السيسي أهم من أرواح ميليين مصريين حسبنا الله وكفعليا حسبنا الله أنا من الوكيل في كل مسؤول في مكان وجاعد بهملي أنت إهمالك بسبب مشاكل كثير كبيرة ممكن يوصل لوفاة ممكن يوصل لقتل ممكن يوصل لضياع أنت مش جادر تستوعب أهمية المنصب اللي أنت موجود فيه المشكلة مش في أنك سيستخسرت في مصر كذا مليون أو كذا مليار أو جد ما يكون الرقم اللي استخسرته في إصلاح السكك الحديد المشكلة أنه حسب المصادر عدد حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الست الأخيرة تجاوز 4777 حادث أنت عندما تحكي حادث قطار فأنت لك أن تتخيل أعداد المتبرد من أي حدث ممكن ينجم عن القطارات فأنت بتستخسر المبلغ فأنت تحمي أهل بلدك اللي أصل 10 مليارات جنيه هي خسائر هيئة السكك الحديد في العام 2017-2018 اللي هي كلفة اللي انت لو عطرتها للصيانة أتوقع ما يعطي تصير هذه الخسائر والأهم من هذه الخسائر المادية اللي هي خسائر الأرواح البشرية اللي ما إلهم أي أدنى ذنب إذا ما لقد قلنا سأزور عليك التذكرة قليلة وإلا أنت غلبان مش قادر صحيح وأنا كمان غلبان مش قادر بإجتداد بحكي إذا أنت بتحكي لي أنا غلبان مش قادر على تكتة زيادة كذا فأنا غلبان مش قادر أن أصلح لك إياها لا أنت بتقارن الأمور بطريقة خاطئة هذا الموضوع ما إلو علاقة بهذا الموضوع أنت قارن تمرى بتفاحة يعني أو بلحة بتفاحة ما رح أعرض مشاهد من الحادث لأنها صراحة مشاهد جدا يعني مروعة أو جدا مخيفة وجدا مؤذية لللي راح يتطلع لكن تقدر ترجعوا على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على أي واحدة من البلاتفون وتشوفوا هاي الحادث لكن اللي أنا بدي أوصله للكل أنه اليوم عندنا في أردن إحنا مشاكل عند الشعب المصري إخواننا عندهم اليوم مشاكل في كل مكان من الدول العربية في مشاكل أتوقع أنه أجل وقت اللي كل حدا يوجدك ويحكي لا سواء حاكم ظالم لا مسؤول ظالم لا أي حدا في موقع مسؤولية عن بغلط لازم يتم حاسبته ولازم كل حدا في موقع مسؤولية أصلا يكون فيه عنده وازع داخلي أنه هو يتصرف بطريقة الصحيحة ومش عارب شو ممكن أضيف أكثر من هيك لكن أنا بتمنى أنه الوضع يصير أحسن من هيك بكثير والله يرحم الشهداء سواء الي في الأردن أو الشهداء الي في بصر بسبع هذه الحادثة والله يعيننا إحنا كشعوب عربية والله يجيب الي فيه الخير ويجب أن تكون مرتفع موسيقى